جاء مسيحنا القدوس يا أحبائي إلى النفوس المحطمة لكي يبعث فيها الرجاء معلمنا القديس بوليس الرسول بيقول إيه فرسلته إلى أهل تسالونيكي بيقول شجعوا صغار النفوس شجعوا صغار النفوس يا ما يا أحبائي اللي نفوسهم صغيرة جدا ومحتاجين تشجيع محتاجين كلمة تشجيع شجعوا صغار النفوس بعدين يقول معلمنا القديس بوليس اسندوا الدعفاء تأنوا على الجميع يا ما النفوسهم صغيرة يا ما يا ما يا أحبائي ومحتاجين كلمة تشجيع يا ما الدعفاء اللي محتاجين يتسندوا ويا ما اللي محتاجين أن نتأنى عليهم شجعوا صغار النفوس اسندوا الدعفاء تأنوا على الجميع نقرأ يا أحبائي في سفر الشياء النبي فإصحاح 42 بيقول إيه يقول الآب عن ابنه الحبيب القدوس هو ذا فتاي الذي ارتضيت به نفسي حبيبي الذي سرت به نفسي قصب مردودة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يدفئ جاء مسيحنا القدوس يا أحبائي إلى النفوس المحطمة لكي يبعث فيها الرجاء لم يجرح الرب مشاعر الخطى والمتعبين بل كان يضمت جراحاتهم لم يحتقر الرب الخطى والمتعبين بل أعطاهم حبا واهتماما ورعاية وهذا ما قيل عن رب المجد قصب مردودة لا يقصف قصب أحبائي بتستخدم في صنع أشياء كثيرة كالمذمار مثلا أما القصب المردودة المكسورة فلا تصلح بعد الإعطاء نغمة موسيقية طبعا قصب المردودة أو المكسورة هي التي يثهل كثرها بسبب ضعفها وهي التي لا فائدة فيها ولا علاج لها عند الناس هو الشخص المكسور والمجروح وهذه القصب المردودة أو الشخص المجروح والمكسور ربما يكون بسبب كلمات قاسية مواملة سيئة ظروف مضادة مضادة مخاوف حرمان قلق شعور بالزمن إحباط أو بسبب نقص التغذية يعني الجفاف الداخلي فأصبحت هذه النفس منحنية ومنكسرة ومردودة أما مسيحنا القدوس فجاء يعطي رجاء لهذه القصبة المردودة وقيل عنه قصبة مردودة لا يقصف لما يديها رجاء يديها رجاء حديثنا عن كلام التشجيع والرجاء شجعه صغار النفوس دايما نقول كلمة مشجعة ولطيفة للناس الصغيرين للناس المكسورين قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ فتيلة المدخنة هي فتيلة الثراج إذا نفذ زيته بتبتدي اتدخن بقى الفتيلة والفتيلة المدخنة يظل بها بصيص صغير يتارق ويدخن والفلاح الحاذق يظل ينفخ في الفتيلة المدخنة حتى تشتعل من جديد مع إضافة زيت المسرجة وإلهنا الحبيب القدوس والنافخ العجيب في بشريتنا المدخنة قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ